نجم القعدة هو ده النجل اللقطة كلها هي كانت دي بس احنا بقى يا حضرات مش هنبلع في الكلام ده أو في القعدة دي الطعم بتاع عمري بي موز شوف انا كلمتك عن الراجل وديته حقه بس انا يا عمري بي مش هبلع الكلمتين دول انا هنا عشان اتكلم بحرية وزا كان انت عندك سقف او عندك اجندة انا ما عنديش لا سقف ولا اجندة ومش هكل من الكلمتين دول يا عمري بي لان انا على جتتي اتعلمت سبع تلاف سنة على جتتي حوالي تلات اربع رؤساء عدوا على مصر سمعنا نفس الكلام ده اسمع بقى مني يا عمري بيك كلمتين دول عشان يمكن تتصدم شوية فيهم حضرتك يا اوستاذ عمر سواء انت اردت او ما اردتش تم استغلالك في المسرحية دي واصبحت سوبرستار كومبارس انت بقيت مكير مكير يعني راجل حطيت مكياج على وش السيسي في مصرحية اسمها الحوار الوطني مصرحية من مصرحيات يوسف بيوهبي الفاشلة مش مصرحية المجنون مش مصرحية غات الكاميليا لكن مصرحية الزبائح مصرحية فجة بكائية ملهاش اي 30 معنى بكائية روجت لسوق المناديل بكائية اقلاقة الاسعاف لان الناس كان بيغمى عليها من البوكة انا بقى ما كنتش بالكلام ده فقبل ما نفرح ونقول ايه ده عمر موسى بيقول نفس الكلام اللي بنقوله هنا ونقعد نقول بقى على فكرة مش بس احنا وزميلنا كلهم قالوا الكلام ده ناس من بره وناس من جوه قالهم اللي من بره بقى احنا وغيرنا وزميلنا لكن نحي اللي قالها من جوه زي السفير معصوم مرزوق وزي الدكتور حازم حسني وزي الاستاذ الدكتور حسن نافعة وزي كتير قوي زي كتير قوي وغيرهم مع حفظ الالقاب للجميع الناس قالت كده عمر بي وتحبست الناس قالت كده وتم تقييد حريتها دول ناس موجودين جنبك عمر بي معرفش اذا كانوا دعو او لم حد يدعوهم في القصة دي لكن الناس دي موجودة حازم حسني مع حفظ الالقاب معصوم مرزوق حتى الدكتور فاروق ناس كتير كتبت الكلام ده ودخلت المعتقل وخرجت مع حفظ الالقاب صحيح للحقيقة وللتاريخ ده حصل فتساؤلات عمر بي موسى كلها واكتر منها عشرات المرات احنا كمان سألناه هنا معاكو في البرنامج ده لغاية مبارح مع الدكتور او البروفيسير روبرت سبريمبرغ اللي نقشنا معاه الاسئلة دي وروحنا معاه لأبعد من كده وروحنا معاه لنقاش سيناريوهات المستقبل الأزمة وحلولها انما حتى من قبل لقائنا مع البروفيسير روبرت واحنا هنا بنتساءل وبنكشف وبننتقد وبنسأل فين فقه الأولويات فين فقه الأولويات في دماغ سايس الجراج عبد الفتاح سعيد خيل السيسي اللي ودى البلد في داهية سألنا عن ده سألنا عنه سنوات وسنوات وعشان بس ما تبقاش انت سرقت النص بتاعنا او تبنيته انا هفكرك بان انا اتكلمت هنا عن الملايين اللي بتتصرف على اكبر دار اوبرا واكبر مسجد واكبر كذا وما عندناش لما دارس ولا مستشفات رايح تبني اكبر جامع واكبر كنيسة وسايب الناس نهيبة للغلى هفكرك بالفيديو ده عمري بيه لو ما كنت شفته انما هو السؤال يعني بصرف النظر اللي انت عملته يعني اوبرة ايه في بلد تلتع تحت خط الفقر الناس جعانة جريم القاتل بتزيد ده مفيش رز اوبرة ايه اوبرة ايه وانت فرحان بالخدوى اسماعيل يعني على فكرة الخدوى اسماعيل بيتلعن لحد النهاردة يعني الناس بيت عندها مشاكل في مصروف البيت والاب بيعجز عن نكمل شهره اوبرة ايه اللي جميلة انت عايز تبني في العاصمة الهدارية تا ما تبني لنا جامعة والله يبقى كلمة جد ما تبني جامعة ده يا عمري بيه فقه الاولويات وسألنا هنا برضو عن الديون وهل مصر هتفلس ولا لا هفكرك ما تطلعوا اقولوا الناس بدلما التقارير الاجنبية نازلة والتقارير الداخلية نازلة هل صحيح ان بسأله انا بسأل والسؤال مش كفر هل صحيح ان حجم الدين الخارجي وصل الى 167 مليار تبقى لتقارير اللاجنة دي هل صحيح ان فوائد الديون تنامت ووصلت الى 6 مليار فاصل اربعة هل صحيح ان الدين الداخلي بقى كارثي انا اجيب الرقم لما عود لانه الناس بتتكلم على الموبايلات اطلعوا صارحوا الناس هل صحيح ان التلات سنيني الجايين دول حجم تدقهم هيزيد اكتر من كده اكتر من اللي احنا فيه ده وهل صحيح ان انت عشان تنقذ الجنيه لانه لا زال الجنيه في اخر نقطة في دائرة الامن النقدي قسم من بالله ما اعرف ايه دائرة الامن النقدي سألنا كمان عن الاف المحبوسين ظلم في السجون السيسي زي الزياد العليمي والاف المحبوسين بدون قضية وده كان الدليل ان زياد زي وزي غيره من الالاف من اللي في السجون بلا تهمة ولا زياد الحبسهم ده كان دليل وطرحنا ده عمر بيل وكمان سألنا بوضوح عن الجيش وتدخله في الاقتصاد وازاي وده وصلنا للفقر عمر موسى الحقيقة رجل عظيم ومحترم لكن مقدرش يتكلم عن تدخل العسكري في الجيش مقدرش يتكلم عن شركات الجيش اللي سيطرت على كل شيء طرق كباري اي حاجة مقدرش يتكلم عندي عمر موسى لكن احنا هنا تكلمنا عنها قلنا عن الحكم العسكري واعلقته بالفقر زي الفيديو ده كده ان الجنرالات اللي عندنا برضو بعد ما وصلوا الدرار لتلاتين جنيه واكتر والدهب داخل على الفين الله اعلم وبعد ما الناس وصلت لمرحلة انها مش لقيا تاكل عيش حاف والفقر عدى ستين في المية يا ترى هيدرك الجنرالات المصريين دول انهم خربوها وانه قاني الاوام بقى يعملوا زي نظراءهم في الاجواء ويسلموا البلد لناس بتفهم ده اللي مقدرش يقوله عمر بي موسى مقدرش يتكلم عن تحكم العساكر في الاقتصاد المصري وده اللي قدى الى افلاس مصر ومش بس يا احنا اللي قلناه كمان ده كمان الكلام ده قاله رئيس الحزب المصري الديموقراطي اللي اساس فريد زهران اللي قال نفس الكلام نسمع كده اولاك من يتحدث حول ان هذه الازمة بسبب الكورونا احنا زي الفل احنا عملنا كل اللي مفروض نعمله بس جات الكورونا او جات الحرب الروسية الاوكرانية وانا مسلا لأوافق على هذا لكن انا اميل لانه بلء رئيسي في الازمة طبعا اكيد الكورونا والحرب الاوكرانية الروسية يعني كانت مكون من مكونات الازمة لكن انا بعتقد ان السبب رئيسي للازمة هو سياسات وممارسات ومواقف اتخاذها النظام وادت الى ما وصلت ليه الامور جور المشكلة فين جور المشكلة انه طول الوقت بتقدم هذه السياسات والخيارات